طبعاً قبل كده النهاردة بنشوف شركة مصر للطيران وهي شركة تسعى أن تكون شركة صديقة للبيئة بنشور أول رحلة طلعت من مطار شارل دجول في باريس إلى مدينة شرم الشيخ ولكن الوقود المستخدم في هذه الطائرة هو الوقود الحيوي أو الوقود المستدام وده معناه تقليل الانبعاثات وتقريباً استخدام هذا الوقود يقلل الانبعاثات بنسبة 80% طبعاً ده الأول مرة بيحصل في تاريخ هذه الشركة الوطنية مصر للطيران لما نتكلم يعني إيه وقود حيوي يعني بيستخدم فيه زيوت الطهي وأيضاً المخلفات الزراعية طبعاً ده أول رحلة زي ما قلنا انطلقت من باريس وتحديد المطار شارل دجول حتى مدينة شرم الشيخ بنتكلم إن شركة مصر الطيران بقالها فترة لا تستخدمش البلاستيك أحادي الاستخدام وأيضاً أمور أخرى تتعلق بالاستغناء عن البلاستيك في رحلتها